مع انتشار وباء كورونا كثر الحديث عن جهاز المناعة الذي يواجه به الإنسان ملايين البكتيريا والفيروسات والجراثيم التي لديها القدرة على دخول أجسامنا والحاق الضرر بها يتكون جهاز المناعة من دفاعات غير متخصصة مثل الجلد والأغشية المخاطية وعصائر المعدة الحامضية القوية ودفاعات متخصصة على رأسها خلايا الدم البيضاء عندما تتجاوز الفيروسات خط الدفاع الأول المتمثل بجلد الإنسان والأغشية المخاطية فهي ستواجه خلايا دم بيضاء خاصة موجودة في مجرى الدم هناك أنواع مختلفة من هذه الخلايا لكل منها وظيفة وعمل محدد لمحاربة الأمراض بداخلنا كيف يتم تعزيز جهاز المناعة؟ بعد انتشار فيروس كورونا تم تحديث مقالة من كلية الطب بجامعة هارفرد في السادس من إبريل عام 2020 تقول إن فكرة تعزيز نظام المناعة لم يتم إثباتها بالكامل وتوضح المقالة أن فكرة تعزيز المناعة مغرية ولكن ما يزال هناك الكثير مما لا يعرفه الباحثون عن تعقيدات الاستجابة المناعية وترابطها وفي الوقت الحالي لا توجد روابط مباشرة مثبتة علميا بين نمط الحياة والوظيفة المناعية المعززة هذا لا يعني أن نمط الحياة الصحي لن يجعل الإنسان في وضع جيد وبحسب هارفرد فنأتباع الإرشادات العامة للصحة الجيدة وأفضل خطوة يمكن اتخاذها تجاه الحفاظ على نظام المناعة قويا وصحيا بشكل طبيعي تقترح المقالة تباع عادات معينة للحفاظ على عمل جهاز المناعة كما ينبغي من بينها وقف التدخين واتباع نظام غذائي غني بالعناصر الأساسية واسها الخضروات والفواكه وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قصد كاف من النوم